أهلا وسهلا بحضراتكم إزاي الحال؟ كله تمام؟ يبدو أنه يوم جميل بإذن الله ويوم رائع يعني أنا تمنى أن يكون يعني اليوم الطويل من صبيحته حتى الآن يكون جيد ومسمر على حضراتكم جميعا تعرف برضو من الأخبار اللي تعجبني انتخاب لولا دي سلفا في البرازيل طبعا وسعود اليسار فأي حتى بيفرحني يعني أنا من الناس اللي تحبه جدا وتقدره جدا وتستوعب مشواره السياسي جدا 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 أحب أنا الطريقة دي وطريقة التفكير دي يعني يعجبني بصراحة انت عارف كنا زمان والله بكلم جدا لما جاء لولا دي سلفا أول مرة رئيس للبرازيل وبدأنا نشوف الحاجات اللي بيعملها والتطوير وما إلى ذلك فكنا نحلم أن في يوم من الأيام يعني يبقى عندنا في مصر حاجات زي كده أجي النهاردة على سبيل مثال انتعرف كان من ضمن الحاجات اللي كانت تعجبني قوي كان في منطقة كده اشتغل عليها لولا دي سلفا في بداية توليه الحكم يعني والبيوت كانت بيوت عاملة زي العشوائيات عندنا كده فطور المكان وغيره والبيوت تلونت وبقت شكلها مبهج جدا يعني يا سر النظرين أولا عدت سنين سبحان الله يعني بكلمك بجد وجينا لما كنا في دومياط لو حضراتكم تتذكروا في رأس البر وروحنا كنا بنعمل هناك لقاءات وتقارير حول مدينة الأثاث في محافظة دومياط فاحنا كنا نازلين في قتل يعني نمنا في ربع ساعة صحيح بس يعني كنا نازلين في قتل على اللسان فيبقى انت شايف نهر النيل المصب بتاع فرع دومياط وهو دخل على البحر المتوسط هناك بقى بتشوف ايه عزبة البرج قرية الصيادين الشهيرة أو الأشهر في دومياط أبص على عزبة البرج من أمي دومياطية فانخلان يضميتها يعني دي مش عزبة البرج بتاعتنا بتاعت زمان دي حاجة تانية خالص بيوت ملونة أحمر وأزرق وعمش عارف ايه ومتلونة بتناسق وشكلها بقى جميل خروج المراكب من نهر النيل دخولا إلى البحر المتوسط شكل جميل جدا وقتها قلت زمان والله بتكلم بأمانة شديدة زمان حلمت ان انا شوف قرية كده زي اللي عملها لولا دي سيلفا عندنا اتار اللي عندنا كتير او يكاد يكون اكتر اللي اتعمل في مصر فعلا كتير ويمكن احنا في الايام الكتير يا رب يدلنا ويدلكم العمر نستعرض معاك ايه اللي حصل من انجازات كبيرة قامت بها الدولة لاجل شعب هذه الدولة